أهلا بكم في معرض ردي عن الأسئلة لهذا الأسبوع هناك سؤال يتكرر كثيرا وإن بصور مختلفة يعني يقول أنا مقيم بالإمارات وحصلت على فيزا ألمانية سياحة في حال قدمت لجوء هل ممكن أن يقبل رغم أنني أحمل إقامة إماراتية وإذا تم رفض اللجوء هل يتم ترحيلي إلى الإمارات في الواقع قد أكون أكثر من مرة أجبت عن الشق الأول من هذا السؤال وهو أنه هل يقبل اللجوء؟ اللجوء يعني لا يستطيع أحد أن يقول لك أن كان اللجوء يقبل أو لا يقبل لأن كل حالة تدرس لوحدها وكل قضية تنظر بذاتها لكن بالعموم معظم السوريين الذين يقدمون لجوء في الفترة الحالية يحصلون بأحسن الأحوال على حماية مؤقتة بكل الأحوال لكن هناك طبعا من يحصل على حق اللجوء وكما قلت كل حالة تدرس لوحدها لكن الشق الثاني من السؤال هل إذا تم رفض اللجوء يتم ترحيله إلى الإمارات في الواقع القانون يقول بوجوب ترحيل الشخص المرفوض طلب لجوئه إلى البلد التي يحمل جنسيتها وليس إلى البلد التي يقيم فيها إلا إذا كانت أحد دول الاتحاد الأوروبي يعني إذا واحد لديه فيزا في دولة من دول الاتحاد الأوروبي وقدم لجوء في دولة أخرى فهي تعيده إلى الدولة التي منحته الفيزا أو الإقامة إذا كان لديه إقامة فيها أما إذا لم يكن لديه إقامة أو أوروبية فكل واحد يتم إعادته إلى بلد الجنسية وكونك سوري حتى لو كنت تحمل إقامة إماراتية يعني لا يتم إعادتك إلى الإمارات يتم إعادتك إلى سوريا والسوري حاليا يحظى بحق منع الترحيل إذن لن يتم إعادتك لا إلى الإمارات ولا إلى سوريا من حيث النتيجة أما موضوع قبول اللجوء أو عدمه فهذا كما قلت لا يستطيع أحد أن يجاوب عليه لأن كل قضية الدراسة لوحدها سؤال لو سمحت هلأ كيف فيني أثبت أني رح كوم مقيم عند ابن عمي مشان تحذف تكاليف الفندق بفيزا الشنغن السياحية خليه يكتب خطاب بإيده أني رح كوم مقيم عنده طوال فترة سياحتي نعم من ضمن شروط الفيزا السياحية أن تقوم بحجز فندق أو إثبات مكان إقامة إذا كان هنا لديك ابن عم ويستطيع أن يتحمل إقامتك في هذه الفترة فهو نعم يكتب خطاب ولكن ليس بإيده هناك فورم محدد موجود في الأوسلندر يقوم بتقديم هذا الخطاب الذي يقرر فيه أنه يتحمل إقامتك لديه ويثبت لديهم يقدم لهم ما يثبت أنه لديه مساحة كافية في الشقة لاستضافتك إذن يقدم طلب خاص موجود لديهم يكون فيه مذكور أنه مستعد لاستضافتك لديه ويثبت في هذا الطلب أن لديه مكان إقامة كافي لك في هذه الحالة يسقط شرط الفندق سؤال مرحبا أهلا أخي مقيم منذ عشر سنين في قبرص اليونانية ويعمل في مهنة دهان السيارات ولديه خبرة قوية استطاع القدوم إلى ألمانيا فيزة زيارة لمدة عشر أيام وجد عقد عمل في ألمانيا ويريد الحصول على إقامة عمل هو الآن في قبرص ويريد الحصول على فيزة وإقامة عمل هو الآن في قبرص ومعه عقد العمل ما هي الخطوات التالية وشكرا نعم هذا الكلام سليم لأكثر من مرة سئلت عندما تحضر بفيزة زيارة أو بفيزة سياحة فأنت لا يمكنك تمديد هذه الفيزة أو قلبها لإقامة حتى لو حصلت على عقد عمل يجب أن تغادر ثم تعود طالما أنه حصل على عقد عمل فبإمكانه وقد غادر فعلا وهو الآن في قبرص فعلى رب العمل أن يقدم هذا العقد إلى الأوسلندر لكي يحول الطلب إلى السفارة الدولة التي هو فيها وهي قبرص ليتم التأكد من موضوع اللغة إذا كانت شرطا هناك بعض عقد العمل تشتريت ذلك ومن صحة عقد العمل ومن بقية الوثائق إذن المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى يقوم بها رب العمل الذي أعطاك هذا العقد يقوم بتقديم هذا الطلب سؤال أنا مقدمة على الجنسية من سنة وأربعة شهر والموظف ما بده يعطيني الجنسية كل أوراقي سليمة عم اشتغل من زمان وجوزي كمان وعندي كل الأوراق شهادة لغة وشهادة السياسة والإقامة تبعي إقامة دائمة وكمان شهادة ميلاد وإثبات زواج وبيان زواج وصورتي عليه وختم السفارة إلى آخره بس الموظف عم يطلب طالع هوية وجواز سفر من السفارة السورية ببرلين وأنا ما بدي روح على برلين بهالحالة بدي أعرف رح أضطر بالأخير روح على برلين ولا ما فيه يجبرني بتمنى الجواب على سؤالي وشكرا نعم هو كما ذكرت سابقا الجواز السفر ليس شرطا من شروط الجنسية لكن أحد شروط الجنسية الأساسية هي التأكد من جنسية مقدم الطلب الجنسية السابقة وهي في هذه الحالة الجنسية السورية إذن من هو المخول بالتأكد من هذه الجنسية؟ الموظف نفسه طالما سنة وأربع أشهر ولم يقم بمنحك الجنسية ويسر على ذلك فهو بالنسبة لديه طريقة التأكد من جنسيتك السابقة هو الحصول على جواز سفر ساري المفعول من السفارة السورية إذن في هذه الحالة ليس لديك خيار لأنه من حقه الطبيعي أن يتأكد ومن حقه أن يحدد وسائل التأكد والوسيلة التي اختارها هناك بعض الموظفين يقبل كما قلت بجواز سفر سابق أو يقبل بإخراجات القيد وبيانات الولادة وما إلى ذلك لكن إذا أراد الموظف أن يحصل على جواز سفر ساري المفعول فهذا من حقه الطبيعي لذلك أنا أقترح أن توافقي وتحضريه وإذا كنت تخشين زيارة السفارة لأي سبب يمكنك أن تحصل على الطلب من الموظف مكتوبا بشكل خطي وتحميل نفسك بشكل كامل ولكن هذا حقه الطبيعي أن يتأكد من الجنسية السابقة بأي وسيلة هو يختارها سؤال لو سمحت أنا قدمت إلى ألمانيا بفيزا شنغين للعلاج وضعت تكاليف المشفى ويوجد كفيل وحساب شبير كونتو ضمن حساب الكفيل ما هو الحل لحصولي على إقامة نظامية وإسقاط الكفالة أنا من سوريا وما هو وضع الكفيل في حال قدمت لجوء وما قيمة التكاليف المطالب بها الكفيل أرجو الرد لأن فيزتي شارفت على النهاية نعم طالما هناك كفيل فتقديم طلب اللجوء هو سوف يتحمل الكفيل كل تكاليف هذا الطلب بما فيها تكاليف المحكمة بما فيها تكاليف الترحيل بما فيها تكاليف الانتقال بما فيها تكاليف الهايم بما فيها أي تكاليف بما فيها تكاليف دورة اللغة بما فيها أي تكاليف سوف يتم صرفها عليك لذلك أنا لا أنصح بتقديم لجوء إلا إذا كنت قادر على تحمل هذه التكاليف أو تستطيع أن لا تتكبت تكاليف كثيرا كأن تقيم عند مثلا قريب أو أحد فلا تضطر لدفع لأن الكامب تكلفته غالية جدا يعني حوالي مئة أويرو في اليوم للغرفة الواحدة وهذه أرقام عالية جدا الدولة تقوم بدفعها لأن معظم هذه الكامبات هي تكون أبنية خاصة وما إلى ذلك لذلك أنا لا أنصح بتقديم اللجوء إلا إذا كان لديك القدرة على تحمل التكاليف بنفسك وإلا سوف يتم العودة على الكفيل بكل هذه المصاريف سؤال أنا حصلت على قبول جامعي في هنغاريا وسأتقدم بالحصول على فيزا دراسية فور وصولي لمطار هنغاريا سأكمل طريقي إلى ألمانيا وسأتقدم باللجوء هل تظهر بصمة لي في هنغاريا؟ أي هل ممكن إرجاعي لهنغاريا؟ لأني سمعت أن الفيزا الوطنية لا تظهر في ألمانيا هل هذا صحيح؟ صحيح ومش صحيح كيف؟ الفيزا هنغاريا هي واحدة من دول شنغن وهي واحدة من الدول الموقعة على اتفاقية شنغن لذلك البصمة التي تقدمها لفيزا هنغاريا تظهر في كل دول شنغن ولكن بصمة الفيزا الوطنية لا يتم تعميمها مباشرة يعني بالنسبة لبصمة فيزا شنغن لا تحصل على الفيزا إلا بعد تعميم البصمة أما بالنسبة لبصمة الفيزا الوطنية فهذه البصمة لا يتم تعميمها مباشرة تقوم بالبصم وتحصل على الفيزا ثم كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر يقومون بتعميم هذه البصمات على كل الدول فلذلك هي قد لا تظهر في المرحلة الأولى يعني إذا سافرت مباشرة وقدمت إلى ألمانيا قد لا تظهر البصمة مباشرة لكنها ستظهر بشكل لاحق وعندها سيتم ترحيلك إلى هنغاريا ما لم تكن خلال هذه الفترة القصيرة قد حصلت على حق اللجوء وأستبعد ذلك لذلك أظن أن البصمة ستظهر ولن تستفيد شيء إذا تقدمت باللجوء مباشرة بمجرد وصولك إلى هنغاريا انتقلت إلى ألمانيا وقدمت للجوء نكتفي بهذا القدر وكل عام أنتم بخير أناو أناو ترجمة نانسي قنقر